شاهدنا الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي اليوم سنتحدث عن التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزرعة مناسبة اليوم العالمي التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ولأن هناك خصاص كبير في توفر الأعضاء البشرية في بلادنا ونقص كبير في عمليات زراعة الأعضاء اخترنا اليوم باش نتعرفوه على كيف تتم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وكيف تتم عمليات زراعة هذه الأعضاء والعديد كذلك من التساؤلات لغادي اليوم نجاوب عليها في هذا الموضوع اللي صراحة يتدخل فيه الاجتماعي بالصحي بالتيني باش ننوقفو على جميع هذه الأمور معنا اليوم الدكتور محمد ميكو طبيب الإنعاش والتخدير والكاتب العام لجمعية إسعاد فاس مرحبا بك معي كذلك الدكتور طارق سقلي حسينين ثم دكتور متخصص في أمراض الكلي وأستاذ جامعي أيضا في كلية الطب ورئيس الجمعية المغربية لطب الكلي مرحبا بك باش نتعرفو على تشخيص الواقع التبرع بالأعضاء في المغربة مقوة مع هذا التقرير للزميل أسامة أكراوي تقدم المغرب بشكل بارز في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ويتوفر حاليا على مجلس استشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية ولجان زرع الأعضاء بالمستشفيات الجامعية رغم هذه الدينامية التي يشهدها المجال لا يزال عدد المتبرعين بالأعضاء دون المستوى المطلوب مقارنة مع عدد المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى مثل هذه التبرعات وحول شروط التبرع بالأعضاء يمكن لأي شخص بالغ على قيد الحياة مرخص له من قبل فريق طبي مختص أن يتبرع بأحد أعضائه شريطة أن لا يعرض استئصال هذا العضو حياة المتبرع للخطر أو أعراض جانبية أما في حالة الموت الدماغي فالأمر يختلف قليلا حيث يتم التبرع بالقلب والرئة والبونكرياس والأمعاء على هذا المستوى يؤكد القانون ضرورة توفر شروط المجانية وعدم الكشف عن الهوية ثم الموافقة القبلية للمتبرع المتوفي أو عائلته يشار إلى أن أول عملية لزراعة الكلي بالمغرب أجريت سنة 85 تسعمائة وألف وتبلغ الحاصيلة إلى غاية السنة الماضية 251 عملية زراعة للكلي منها 20 عملية لفائدة الأطفال و31 عملية انطلاقا من متبرعين في حالة وفاة سريرية كما تم إجراء أكثر من 300 عملية زراعة للنخاع الشوكي العظمي وثلاث عمليات لزراعة الكبد و280 عملية لزراعة القرنية وتطمح وزارة الصحة إلى إنجاز 250 عملية أخرى لزراعة الكلي و1000 عملية لزراعة قرنية العين في أفق سنة 2020 كيف ما تابعنا دكتور سقلي في تقرير؟ لأكيد المغرب تقدم كثير في الجانب الطبي في مستوى تبرع وزراعة الأعضاء إن كذلك على المستوى القانوني قانون في هذا المجال شنو اللي كي جعلنا مازالين متأخرين كتير في عمليات ديال الصراع والتبرع بالأعضاء؟ شكرا على طريقة باشتغطي السؤال لأنه أولا ركزتي على النقص في زراعة الأعضاء نتقلنا من مرحلة اللي كنا نتنقل فيها خاصة نجحوا في هذه العمليات ديالزراعة الأعضاء كيف ما كان العضو ولكن خصوصا زرع الكيلي لأنه هم الأعضاء اللي كانت أكثر زرعا في جميع أنحاء العالم وفي المغرب فحاليا وصلنا إلى تقريبا من 1998 نهار خرج القانون حتى الآن حوالي 520 عملية ديالزراعة كيليا ومنها واحد العدد اللي يستهنوا به في السنين الأخيرة من زرع الكيليا من خلال الشخص متوفى شنو اللي كان يكون ضروري؟ أولا الجانب الديني اللي تحسموا اللي يمكننا نهضر عليها من بعد الجانب القانوني اللي بالقانون 1998 وضع الضوابط واضحة ووضع الآليات اللي تنفيذ ديالها وقانون ديالنا من القوانين الصارمة اللي تتضمن الشفافية وتتضمن معاقبة اللي يخيل بالقانون وتتضمن واحد سلسلة ديال المراحل واضحة اللي تتبعها الجميع كان الجانب المادي خليط الجانب اللي هو كذلك أبحاث واضحة تتبين أنه زرع الكيليا مثلا أرخص بكثير من دياليز بصفة مستمرة دياليز اللي هو العلاج الآخر اللي تعود الوظيفة ديال الكيليتين مكلف الدولة وكذلك الأشخاص تماما تماما مكلف من جميع النواحي وتيبقى الجانب الطبي اللي الحمد لله مضبوط الحمد لله النتائج ديال العمليات زرع الكيلي كيف تتسم بوحد نتائج ممتازة في المراحل الكيزة الشفائية الجامعية في مختلف أنحاء المغرب بدأت في ضربة في 85 قبل القانون ومن بعد في 1998 واللتة تمارس في الرباط والضربة ومراكش وفاس وأخيرا فوجدة الحمد لله هذو كلها نقاط لإيجابية جدا ولا كين سجل وطني الذي يسمح من أنه الواحد يتسجل في لائحة الانتظار ديال ترقي العضو أو نقل الكيليا اللي هو موحد على المستوى الوطني كين تمت عمليات نقل الأعضاء من المتوفى الحي تمت عمليات زرع الأعضاء عند الأطفال كلها مراحل لإيجابية ولكن هذه الإيجابية من ناحية النوعية كينة من ناحية العددية قليلة بالسف نعطي معطيات مثلا إحصائية في المغرب عدد المتبرعين بالأعضاء قل بكثير من واحد في المليون كل سنة إلا قرناها بدول أوروبية سبانيا اللي هي الأولى في العالم تابعها أمريكا دانمارك فرنسا إلى غير ذلك كلهم عندهم مبينات 60 حتى 80 متبرع في السنة لكل مليون مواطن تنبشيو الدول أقرب لنا توركيا حوالي 60 السعودية 28 تنبشيو لأن المغرب في الدول العربية متقدم شيئاً كنا نتمنى والأسف هذا التقدم من ناحية العددية ما كانش من ناحية النوعية متفقين من ناحية العددية ما زال رغم أن جميع المشاكل التي تكلمنا عليها تحلات باقي العدد ما تنصلوش نعطي مقارنة بسيطة لأن الدولة دارت واحد من جهود كبير في علاج القصور الكلاوي مزمين في المرحلة دياله النهائية الناس للكلاوي ديالهم عندهم فشل كلاوي ما بقاوش يخدمون ومحتاجين لتعويض الوظيفة ديال كليتين ما عندنا؟ عندنا دياليز إما في المركز والغسيل البريطوني مهم دياليز وعندنا زرع الأعضاء بالنسبة للدياليز نعطيكم رقم بسيط في 2004-2005 كان عندنا 4800 واحد ديرو دياليز حالياً عندنا 29000 واحد ديرو دياليز الدولة تتأخذ على عاتقها عدد كبير من هذه الناس والمراكز الثلاثة إذاً تضرب العدد في 6 المرات وفي المقابل ذلك عدد عمليات الزرع ما زادتش أحسن سانة سنوصلوا لخمسين عمليات ديالزرع كليا وهي أحسن ما قدنا نوصله خمسين بالمقارنة ديال 29000 رقم كافر ربما الحيز ما كيسمحش باش نستعرضوا هذه المعطيات الإحصائية على عمليات الصراحة نحن اللي كيهمنا اليوم هو النقاش الصحي والطبي ديال الموضوع كي نجواني بكتير كيف مشرنا في البداية بداية نبغينا أن نعرفه ونعرفه الناس شنه هو التبرع بالأعضاء إذن التبرع بالأعضاء هو أنه يكون واحد الإنسان مريض يحتاج لتلف وقع في عضو من الأعضاء دياله يبقىش خدام جيدا يوصل لنهاية العمل دياله نعطيه مثال كيف ما كنا نحكيه عليه بزاف اللي هو المثال اللي كانت تهتم به الجمعية دينا جمعية إسعاد هو تلف ديال الكلواء يعني الكلي أو الكلواء ما كيبقاوش خدامين وخصنا نعوضوا العمل ديالهم كيف ما قال أستاذ طارق إذن هو ند ند ياليز كحل يعني الكسفية ولكن كتكون مرحلة أخرى كيكون فيها الزرعة نعم إذن كنبغيون نرجعه تقريبا طبيعيا هذا الإنسان إنه يعيش طبيعي ويعيش بوحدة إمكانية طبيعية شنه هي يعني ناخدوا كلواء بحد أخر بحد أخر اللي يخدمها مزيان ونديرها له نعطرها له بشيم كله هذا المريض هذا يعيش حياة طبيعية هذه الإمكانية تتكون وما كتتهم شغل كلواء كتتهم بزاف ديال الأعضاء نحن نجد وشنا ندفع على زرعة ديال الأعضاء كاملين مشيخ ديال كلية منهم الكبيد منهم البونكرياس منهم الريئة منهم القلب منهم القرمية منهم النخاء العظمي إذن بزاف ديال إمكانيات ديال الزرعة اللي كيم كلها تتم وكتتم عن جوش طرق طريقة الأولى إما من عند يعني متبارع حي ولي كيكون عندنا في المغرب لكن هذا وحنا على المغرب قانونيا يجب أن يكون من العائلة القريبة للمريض من الأصول إما الأبناء والأخوة كده كزوجة كده أو من الزوجة ولكن من بعد ما كتكون الزوجات به كتر من أهم عام سنة إذن هذه كيحددها القانون واضح 98-16 اللي ممكن أي واحد يطالع أي باش كنحيدو أي إمكانية ديال البيع والشرف في العملية ديال الزرع ديال هاد العضو الإمكانية الثانية هي تبرع عن طريق يعني إنسان توفى وهنا يمكننا نضرع الوفاة من بعد شنو معنا الوفاة وكيف يمكننا ناخده من عنده هاد هاد نجد إمكانيات إما متبارع حي أو متبارع متوفي إذن في الحي لاجينا الحالات ما كيمكنش متبرع حي يتبرع عنها بعض الأعضاء ربما في الكليل اللي كيبان المثال اللي ممكن الواحد لأنه عنده عضوين في هذا الإطار تمام قبل ما نجاوب على هذا السؤال قلتها لما حتي لها في الإشارة قبل كينة دياليز علش غادي نزرع الول كله هاد خصنا نوضحها لأنه الواحد اللي زرع كله تعيش مدة أطول عنده جودة حياة أحسن عنده أقل طبعا لأنه نعرف عنده ربعات ساعات في اليوم تصفية لكن طفل ولا شاب ما غير يبقاش يتمدرس كذلك الإنجاب بالنسبة للسيدة كين وهذه ربعات ساعات 156 مرة في السنة يعني ما تتخليلوش حياة كيفاش ما رصار طريقة طبيعية نرجع حياة أطول جودة حياة أحسن ندماج في المجتمع أحسن أقل تكلفة وأقل مضاعفات يعني ما كانش هاد السؤال هذا ما أخذنا دياليس تولي مرحلة إلا اللي عنده موانع من تلقي العضو نرجع المتبرع المتبرع ما عندهش مضاعفات كبيرة ترجع الحياة طبيعية بصفة سريعة ولكن نقطة اللي مهمة بسف هي أنه ما تنقوموش بالعملية ديال السرعة إلا إلا كنا متأكدين أنه ما كانش خطر على المتبرع إلا نقومو بعد كبير من التحليلات والفحوصات بالأشعة إلى غير ذلك وإلا تبت في أي مرحلة من المراحل أنه كان نوع من الخطورة على المتبرع يمكننا تنحبسوه في أي وقت من غير ذلك شيء تنظيف لهذا أنه المتبرع اللي بغي يعطي يمكن يتراجع على رغبة دياله بدون ما يعطي أي مبرر للفريق الطبي للتشي لأنك كل إرادة هي مسألة مهمة شخص برضاه تام كي يوافق على ويمجع ويكون واعي بجميع المضاعفات اللي يمكن توقع لهم تماما وباش نسهر أن نتأكد أنه واعي القانون وضع ضوابط خاصوا يمشي لمحكمة ويكون رئيس المحكمة هو اللي تسهر شخصيا أو تعين شخص قاضي اللي مسؤول على هذه النقطة هذه وتيكون طبيبان معينان من طرف هيئة الأطباء اللي هما ما تنتمي ويفيف الفارق في بلاد يقوم بهذا العمل وتيفسروا له كل شيء هذا في المتبرع الحي وفي المتبرع المتوفى تيكون بداء الرغبة دياله أنه يكون متبرع ولا بعد وفاة دياله الأقرب دياله القانون تيحدد كونهما وفينا تسلسل تيقولوا أنهم ما كان اعتراض على أنه الواحد يعطي وعاو تاني جانب القانون يبدأ وعاو تاني المحكمة تدخل إلى غير ذلك إذن واضحة ما خلس يكون الخطر وخاص يكون نفع أكبر طيب باش ندقوا في الأعضاء اللي ممكن يتبرع بها شخص حي ربما الكيلي هي المثال اللي كيبنه واضح شنو الأعضاء الأخرى اللي يمكن يتبرع بها شخص حي الأعضاء اللي يمكن يتبرع بها هي بعض الأعضاء اللي يمكن أنه لحيدنا منها ما يكون خطر على الحياة المتبرع المثال الكبير يعني الكيليا الكيليا كيمكن الإنسان يعطي كيليا كيليا وحدة خدامة نعرف نحن بحضة المثال هذا على أنه بزاف الناس يخلقوا بكيليا وحدة يعيشوا حياتهم بطريقة طبيعية بدون أي مشكل إذن ما يكون تشي تأثير على الإنسان اللي يعطي هذا كذلك تبرع بالنخاع العظمي اللي يمكن بعض المرات أنه تكون بعض الأمراض السرطانية في الدم يحتاج لأنه نعطي بعض العقارات والأدوية اللي كتسمى الشيميو تغابي باش نقتلوا هذه الخلايا السرطانية ولكن معها يموتوا كذلك الخلايا اللي هي عندنا حميدة اللي تعطينا الكوريات الحمراء والبيضاء والصفايحات يجب أن نأخذوا النخاع العظمي عند الإنسان وحد أخير اللي يكون يعني مجانس معه وكان وكان زرعها كذلك هذا إذن جوجة الأمثلة اللي هي ممكن أنها تعطى بالنسبة للإنسان اللي هو متبرع حي ماشي متبرع ميت إذن ماشي وده بل المتبرع الميت يعني وكين شروط محددة يخص يكون موت دماغي نحن سنجي مع الدكتور ميكول شرح الموت الدماغي ما هي الأعضاء التي يمكن يتبرع بها الشخص بعد الوفاة الدماغية من قبل نتكلم ماذا يمكن التبرع التبرع يمكن الأعضاء ويمكن أنسجة نركز على الأعضاء الأعضاء هي الكليتين يعني متبرع واحد يمكن يعطق بزاف الناس الكليتين كل وحدة المتلقي الكبد القلب الرئتين البونكرياس الأمعاء هذه كلها بعد ذا ثمانية الأشخاص على الأقل تقدر قد حياتهم من غير الأنسجة وفي الأنسجة أو تاني الجانب الآخر كين القرنيتين اللي ممكن ناخدهم من عند الحي طبع كين الجلد كين العظام كين الصمامات دي القلب كين الشرايين إلى غير ذلك إذن كين العديد من الأنسجة والأعضاء وكل وحدة عندها القانون دي القانون هو واحد ولكن تحدد تفرق بيناتهم طيب ندوز الآن حالة الموت الدماغي ربما بزاف الناس ولا بزاف بنا ما كان عرفوش شنو هو الموت الدماغي نبغيت وضح لنا حالة الموت الدماغي عن طريق بعض الصور اللي وجدنا إذن كان نقول يعني كلاسيكيا كيمكن ننهضر على القضية الموت الدماغي بأنه الموت كانش عادي كيعتبر أنه الموت المي كيتوقف القلب ولكن كيمكن نشوف بزاف ديال تجارب الوقحات وتبدل المفهوم ديال الموت ورجع كنا ضرور بالأخص على الموت الدماغي هو الموت الحقيقي كيف أنه تكون عنا الموت الدماغي القلبي يعني كيمكن يوقف القلب ولكن كيمكن بأدوية ديالنا نحنا كأطباء وبإمكانية وتقنية ديالنا على أن القلب يمكن لنعود نخدمه ونشغله إذن ما كيكون موت نهائي وكيمكن الإنسان يرجع حي يعني بعقله وخدم زيان وما كين تشي مشكل بينما من كيكون الموت الدماغي وقع فالموت الدماغي هو الموت الحقيقي لأن إلامة الدماغ ما كيمكن يرجع الإنسان أنه يرجع إلى حياته العادية والحياته الطبيعية وكيمكن يبقى حي إلا وحنا قابطينه مشي حي بالكلمة دي الحي يعني أنه رامز الحي ولكن الضربة دي القلب ما زي يخدم إلا وحنا قابطينه بعض الإمكانيات المادية وتقنيات تنفس إصطناعي أدوية وحنا ماشي ولهذا إذن من نهاية الخمسينيات 1959 بالضبط تبدل المفهوم دي الموت ورجعنا كان هضر على فقش كيكون الموت الحقيقي ما شه هو في توقف القلب بل في توقف الدماء أنواع الأعراض كان ما نسميه بالأعراض أو العلامات الجسدية لسيني فيزيك وكان العلامات النفسية أو الدهنية العلامات الجسدية كان واحد الربعة دي المسائل اللي متعلقين واحد بطريقة مباشرة مع نقصان الهرمونات خصوصا الهستروجينات يعني المرأة يجوها باللغة الدريجة الكبات أو السخونية واحد الإحمرار يجيها خصوصا في المستوى في النسب العلوي من الجسم ديالها العرق أو التعرق خصوصا بالليل كتلقى المرأة كتتمس بالصهد ألوغ كوراج لها ولادها مغطيين بالمانطة جايبهم برد وهي كتتسقل الطبيبة كتسقل الطبيبة بغيت نزول حويجي كاين واحد المفهوم واحد المصطلح اللي هو نوعا ما جديد هما الإضطرابات التناسلية والبولية هو نتيجة مباشرة النقصان الأستروجين يعني الحم ديال الراحم وديال المهبل وديال الفرج كلهم بنقص الأستروجين ترجعوا رقاق وناشفين وهما جد مزعجين يعني هذ الاضطرابات خصوصا الكبات واللاسيش خاس فاجينال هما مصدر الانزعاج الأكبر كين مسائل الأخرى كم الآم في المفاصيل الآم في الموسكل زيادة في الوزن الوزن مع التأكيد أن زيادة موين بين جوش وربعة الكيلو محبدة المرة تبقى في الوزن ديالها تنقص وتزيد على 4 كيلو لأن الجسم يحتاج لديك قليل لأن نقص الأستروجين ودك لتغطي ودك النقص الأستروجين اللي بغي تنركز إليه قبل ما ندوز العلامات النفسية أو الدهنية هو هذه العلامات معروفين دابا صبرق الله مع الوسائل العلام مع الانترنت كل شي عارف هذه العلامات دور طبيب خصوصا طبيب العائلة أو الطبيب المدسان جنراليست هو أنه يألميني أسباب أخرى ماشي مرة وصلة الخمسين عام سيطلع لها تتحس بالحرارة تقدر تكون مشاكل أخرى تقدر تكون مشاكل الغضة الضرقية تقدر تكون تنسيون تقدر تكون سكار يعني في هذه المرأة تجيو هذه الحالات خصوصا تمشي الدوز عن طبيب العائلة أو الطبيب مدسان جنراليست هو اللي سيحاول يعطيها واحد تشخيص باش نتأكدوا أنهم علامات اللي بغي تنوز كائن ما هو أصعب مع الأسف هما العلامات الديهنية أو النفسية المرأة تتبدل رجل هات يجي تقول لك هزيتي مرأة وحطيتي مرأة بيانسور بالتدريج بالتدريج ولكن خصوصا الأرق والتقلب في النوم الطرابات في النوم الأرق وخصوصا خصوصا حالة الاكتئاب الحادة المشكلة أن من خلال الممارسة دينا الميدانية شنو كنلمسون هاد الحالة كالكتئاب وخصوصا نربطوها مع المينوطوز ولكن المشكلة ما كتكونش نتيجة مباشرة يمكن المينوطوز كتشغير الديكمبونس واحد الكتئاب اللي كان كان سابق يعني بحلي سنقول المرأة منهار تزادت ولا مشي قاعد منهار تزادت ولكن هكذا 3 سنين 4 سنين السن البولوغ الباخوغ ديالها التربية رقعات الباخوغ ديالها كيفاش تفرد الوجود ديالها في المجتمع كيفاش جوجات كيفاش ولدات كيفاش حبق رباط هذا كل شي كتسمى بحلي هزف واحد لوساكادو ودك لوساكادو تقيل بزاف مني كان عندها الهرمونات ديالها وكانت في الصور ديالها كان ممكن أنها تحمل العبء ولكن نكا تصل لسن الأمل وكينقص ديالها الهرمونات ديالها كادو من الدباغ تقيل كيزيد يتقال بزاف وكيزيد يحبط ها بزاف ديالا صورة جميلة وضحة بها أستاذ كيفاش أو دكتورة كيفاش هذا الاكتئاب لهذه الأعراض النفسية اللي كتحس بهم المرأة طبعا كنظل ماشية عند نفس السيدات بنفس الحدة علش كتكون عند بعض السيدات هذه الأعراض وما كتكون عند سيدات وقاية فإذا عرفنا بأن العلامات السريرية الفيزيولوجية فهي شبه قار عند النساء كل من اللي يكون في هذه مرحلة ما هو الشق النفسي فهو ليس بقار وليس عام عند جميع النساء هناك نوع من أنواع التخوفات من هذه الأعراض كثير من الأعراض فبالتالي نقدرون بمراحل بسنوات قبل ما نجي هذه المرحلة هذه نبدأ نشاهد بعض النساء اللي هم عندهم بحل يقال هذا شي الإكتئاب اللي نقول نحن نوع دي بخيسون دانفوليسون واحد الإكتئاب تراجعي واحد التخوف من فقدن هذه الميزة اللي هي الخصوبة وكما كنعرف بأن المرأة دائما عبر الأساطير وعبر الحقيقة عبر التاريخ بأن هي الرمز دي الخصوبة وبتالي في حال يتفقد الميزة اللي هي ميزة على الآخرين واللي هي مصدر قوة دي لها وبتالي ممكن هذا شي الخوف متح في الدونوية وتخف من فقد الاعتبار من الآخرين وتفقد المكانة دي كرمز الخصوبة وكرمز اللي تعطي الحياة المحولة إلى آخر فالفقدان داد الخاصية اللي مزايا يمكن يطيح في هذا النوع من أنواع الإحباطات أو أنواع الاكتئاب التراجعي ممكن دي بحال يقدم الهبات للحرارة اللي كي جيوها اللي كي أترع لها سلبيا وبالتالي ممكن تطح ما هو آراء ما هو توطر ما هو فقدان الشهية ما هو عند بعض النساء المرحلة ما كيقول المرحلة العدوانية فبعض النساء في هذه المرحلة كيرجع عدوانية أكتر وبالتالي بحال بأن خوض مرأة وحط مرأة يعني كترجو المرأة اللي واش المحيط لكي حسب مثلا الزوج والأبناء غالبا نحن في المجتمع الزوج والأسرة يحاول يعونها ولكن لا ننسو بأن الإحساس بأن الآخرين نحسن باللوق على وبغين يساعدوها كيزيد يؤثر على ذلك الحالة ويمكن يصعد منا كيف نتعامل معه كطفل كيف نوصل له المعلومة سيكون هذا كالشوك صدمة عند الآباء ديال يعني هنا كيف نتعاملو ندوس للدكتورة ونكمل معك كيف كتتعاملو معه الطفل الصغير ربما هو ما يكون مدرك الخطورة دا كيكون الصدمة عند الوالد فاش كي يجي لدي نقوم بتشخيص ديال المرض وهي كيف كي يكون الأباء والأم هتدازو بنجموعة المراح يعني الأم كتحس ببولدها ما شي هو هذا كتحس بأنه ولكن كيكون واحد تأخير في التشخيص ديال والحمد لله ما بقينا شك نشوف هم يعني ولات شوية توعية بكتر من ناحية الأطباء ومن ناحية ما الانترنت وهذا كل ناس يعرف يعني مع التحفظ يعني ماشي أي حاجة في الانترنت ولكن ديما كيجو عندك المريض كيكون عارف كيكون شك وكيجو عنا بزب الآباء هو ما كيبشو عند المدسان كيقول لهم طلب لي عفاك تحليل ديال سكار أنا شك فلدي الحمد لله ولات شوية ديال توعية ولات شوية ديال هذا بالنسبة للطفل هو على حساب السن ديال ديال فش كيكون الطفل راضيع رمس كي ما عرف شي راه هو كان الآباء والأمهات اللي كيكون واحد الصدمة وصدمة قوية بس كيف قالت الأستاذ أسماء كيحسب واحد لك كيقول شنو درس أنا شنو عطيت الولدي بجه السكار سكار نوع واحد كيف قالت ما كان ش علقة بسكار وان ادري كي بسكار كان لبابي اللي مازال يالله يردعو عنده يالله عندهم الرضاعة الطبيعية مش حتى طباء الرضاعة ديال هادا وكيجيهم استناعية وكيجيهم داء السكار نوع واحد لنك الآباء ما عندهم ما عندهم لاش يحسوا بالدنس هادشي الصدمة كتكون الصدمة يفو لكيزي يفو خصوم يتقبلوها بسرعة دو طن بلوس خصوم ضغيج مع راسهم بش يتكلف بدك الولد ما يمكنش يبقى بصفة نهائية في المستشفى عندهم مجموعة المسائل يتعلموها بسرعة ينفو يدوز الحالة الحارجة اللي في الأول الانسولين يدوز بالواريد ويدوز المحالي بالزاب الواريد ينفو يدوز الليبرا أو المخطط العلاجي اللي تفقنا إليه مع الاباء خص الأم والأب ضغيج مجمعون رأسهم باش يعرفوا يتكلفوا بولدهم بسرعة باش يخرجون من الوبيتال من المستشفى بحيط المستشفى ماشي مكان اللي يخص يكونوا فيه الدراري الصغار داكو وعليها هنا كانت ناوحد كيكون لانوحد البرنامج ليل التربية علاجية اللي مهمة بسرعة بحالها بحال الانسولين الانسولين إذا كسبنا مهمة بسر باش كنعون وحت اللي باهم بات كيكونوا خايفين فاللوم حاجة اللي ما عارف ناج معنف كنعلموهم ونكن وريهم شنو غايد يديروا هذا صاف كيرساح ويجيو 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 كم جاب لي الله راسس مار تحت لي فقرسي ميد بالحمد الله هدب وفاش كنشوف لدي كيلعب كيتمشى كي يقرأ وستخدر تكون عنده حياة طبيعية مئة في المئة يدير نشاط دياله يدير رياليز يقرأ وكي عنا أطفال سبارك الله هما كيكونوا تفوقين في الدراسة وكيكونوا أبطال صريح لا نهائيا يقدروا يكملوا النمو ديالهم بصفة طبيعية كي يكبروا يديروا يديروا لكاريار ديالهم وعنا أبطال في الرياضة اللي معروف إن ديالهم في فرق عالمية كي يلعبوا الرياضة بصفة بروفيسيونال وعندهم سكرين وعحدهم كي يديروا لانسولين وما بدون أي مشكلة بدون أي مضاعفات قبل ما ندزل العلاج كذلك قالت لي خطوة مهمة تبدأ في مرحلة معرفة المرض وتشخيصه اللي هي كتنجح لنا المسيرة العلاجية اللي طويلة وكتدوم مدى الحالة أكيد بعدما كيتم التشخيص ديال المرض من طبيب من طرف الطبيب المختص وكتعطاه الخطة العلاجية اللي كي يختارها الطبيب باتفاق مع الآباء ولي كتنسبهم كيكون التخوف الرئيسي كي يجي عندنا مجموعة من الأفكار مجموعة من الاعتقادات وكيكون هناك تخوف من الجانب ديال الحيميال جانب ديال الرجيم وكيبقي يسألوا وحد الأسئلات يقول لك مثلا وش ما هيكلش الغنمي وش ما هيكلش الزيت وش مثلا يعني أسئلة اللي وش ما ما خصوش نهائيا يكون المقليات بحل جده ممكن جده يكون مصاب ولا أحد أفراد وكيوقع ذلك الخلط بين النوع الأول والنوع الثاني اللي هما مختارين تماما صحيح كيفاش هاد الوليد اللي بقي صغير غيتبع نفس النظام الغذائي اللي عنده جده اللي عنده مولا اللي عنده فهكيجيب هاد منيك تشرح له وكيحرف أن المكونات الغذائية اللي عندها الطفل رأيه واحد نظام غذائي اللي هي سليم للمفروض أن أي واحد فينا يتبعها يعني لا يعني تابعنا المخطط العلاجي سواء الأول ولا الثاني ركالقوا أنه هادك النظام الغذائي ممكن وفي المتناول ديال كل شي وأنهم مسألة ديال تنظيم أن هادك الطفل والآباء هي خاصهم يعاودوا ترتيب حياتهم على أساس يكونوا منضمين في الوقت ديال الأكل وفي الوقت وفي الكميات ديال الأكل إذن نائما نردد لهم هاد الكلمة المكلة بالوقت وبالقياس فقرة تانية غن تحطو على موضوع سمنة البطن عند الطفل وغن استطفو الأستاذ أسماء الزري والأخصائية التغذية والحيمية مرحبا لك أهلا إذن بدايتان ديال البطن كموضوع أساسي شنو هي السمنة عند الطفل وقتش كانت تحطو على السمنة عنده بالنسبة السمنة عند الطفل هي كتختلف يعني في شكل ديال الاكتشاف ديالها ولا ديال تشخيص ديالها مقارنة مع الشخص البالغ فهو احنا دائما كنتبعوا واحد لا كو واحد لكلوة ولا واحد المخطط مبياني اللي كيعطينا الوزن ديال الطفل في كل تقدم ديال المراحل ديال العمر لأن الطفل الوزن دياله كيتغير الطول لحسب تغيير ديال العمر دياله ولحسب واش ذكر أو انتكر ذلك يختار اكيد فهذه الاختلافات هذه تجعلنا نشخصه السمنة عند الطفل انطلاقا من هذا المبيان اللي مني كنشوف أنه خرج من واحد المنحنيات معينة هي اللي كنقول هذا الطفل هذا راه زايد في الوزن أو لا نقص في الوزن أو لا راه التطور ديال الوزن دياله راه جيد ومن هنا كان بغي نأكد على الآباء وللأمهات ولا حتى بالنسبة الأطباء وللممرضين أنهم دائما يحاولوا أن هذا المبيان الخاص بالطفل دائما فوق ما ياخد الوزن ديال الطفل يحاول يسجلوه على هذا المبيان لأنه هو اللي كيخلينا احنا نعرفه كم مختصين وحتى بالنسبة لبعض الأمراض كيخلينا نراقب التطور للوزن ديالهم ونعرفه واش هذك زيادة في الوزن عنده قابلية ويراتية أو لا عنده غير تغذية لخصها التقاد ولشنو إذن هذا المبيان مهم جدا أننا نراقبه ونسجلو التطور للوزن في كل مرة صراحة يمن المواضيع اللي ما كانت تحتوش عليها قليل وناديرا وربما صور الأطفال بوزن زائد ربما يجيو زبونين في ذلك السن ما كان ردوش لبال وقدش نتحدثو على سمنة ديال البطن السمنة ديال البطن إمش هم تحدثو عليها مني كان نشوف الطفل مثلا كان الوزن دياله يبال عادي ولكن يعني البطن منتفخة والوزن ككل هو عادي في هذه الحالة هنا لازم نفكره في بعض المشاكل في بعض المشاكل في الجهاز الهضمي أحيانا كيكون مرض السلياك ولكن كان نشوف الوزن كان نشوف الطول كان نشوف الانتفخ وكيكون أعراض مصاحبين إمتى سنقل هذي كثمنة مني كان نشوف أن الوزن ديال الطفل ربما تيكون عادي ولكن البطن كيكون منتفخ يعني كان نشوف أن هناك شحوم عند الطفل في هذا الوزن في هذا قل من 12 سنة دهون وشحوم بحلي كان نشوف عن الشخص البالغ وهنا في غياب يعني أمراض ولا غياب مشاكل في الجهاز الهضمي هنا كان ندقو ناقص الخطر أثناء واخد الأمر بجدية كتبني ليا البطن عند الطفل أنا كتبني ربما مسألة عادية لش عندك بهذه الخطورة وش كين عنليها مضاعفة في الكبر وش عندها مضاعفة فعلا فالجدية من هي كتجي الجدية كتجي من إلسا مر الطفل بهذاك الوزن مر 12 سنة هناك يكون العادات الغدائية ترسخوا عندها العادات الغدائية السيئة ترسخوا عند هذاك الطفل وكيسعاب علينا أننا نحيد لهذه العادات الغدائية من بعد وكيولي عندنا مشروع ديال طفل اللي هو مريض وطفل اللي مصاب بالسمنة في حين أننا في هذاك الوقت إلى الأب وللأم رد البال أن هناك زيادة في الوزن خصوصا في المحيطة ديال الخسر في هذه اللحظة وقدروا أنهم يدخلوا تغييرات على الحركة ديال الطفل بسهولة شديدة كيقدر يرجع للوزن العادي دياله علما أنه كيقدر يكون الوزن ديال الطفل كيكون زيد واحد شوية ولكن التوزيع ديال الدهون عنده جيد يعني ما عنده ترقص ديال الدهون في البطن وهذا هو الخطر فتخيلي معي أن نحن نحضر دائما من إنسان بالغ أن يكون عنده دهون في البطن خصوصا على المدى الطويل فما بالغ الطفل كيبدأ حياته بطن اللي هو مليء بالشحب فهذا شي يعطي نتائج في مرحلة المرهقة اللي استمر بهتشكل هذا إنه يتصب بها إذن موضوع ننخضوه بكثير من الجيد ديال ولكن كيف نقنع الطفل باتباع حمية طفل اللي غير بغير كل حلويات اللي غير بغير كل دهنيات واللي هي مهمة لنموذ بالنسبة للطفل ما كنهضروش على حمية نهائيا المصطلح دي الحمية ولا ريجيم ما كنطبق عليه فإحنا يشنو كنحاول نديره كنصح العادات الغذائية عند هذا الطفل هذا بحيث أننا كنردوه العادات الغذائية اللي هي سليمة ومن الأفضل من الأفضل دائما فقبل سنة 12 سنة إلى لحدات الأم والأب أن الإبن ديالها عنده زيادة في الوزن لازم أن التدخل يكون ثوري بعد 12 سنة يكون هناك مشكل كبير لأن قبل 12 سنة من السهل أن كين هناك سهولة لأن الطفل الأب هم يحددون لها أوقات الآكل أوقات الخروج أوقات الرياضة وكل شي بعد 12 سنة فهي مرحلة المراهقة يريد يفرد الوجود دياله وأحيانا يتبع أنه يتبع هذه غدائية غير جيدة لهذا أول حاجة نقول لهذاك الطفل أن الجميع الأغذية هي أغذية جيدة فقط نأخذها بكميات مناسبة له خصوصا إذا كان عنده أخوة الوزن عادي لازم نفهم أن الحاج بحل أخوة أن الجسم ربما يخزن أكثر لكي تقبل الفرق بينه بين الآخر اللي يقدر يكون أخوه أو للصديق دياله طبعا الحال دائما ما نعطوه كميات الأكل كبيرة دائما نعطوه أكبر صح أنه يكون خضار بمختلف أشكالها وهذا يجيب التعود كذلك نبعد لها الأغذية مصنعة أو دائما إذا كانت هناك فصح يكون هناك فصح الأماكن فين يتحرك وفين ستكون حركة المفروض على الطفل لأنه يتابع المدرسان مراجعة النقل المدرسي فلازم من هذا كله بالإضافة التغذية القول يفص حتى الخارجات خارج المنزل لازم تكون خارجات للمشي للتحرك لزيادة النشاط ما تكلمش على بعض المطاعم اللي يوفر لنا أماكن مغلقة وضيقة لا تكفي الطفل أنه يتحرك المشي والجاري والممارسة الألعاب في الهواء الطلقي أحسن لا يمكن أن يجعل توزيع الدهون جيد كذلك سمحت لي صفية وحد المفهوم عندنا تكلمت لأن الأغلب يدناس يأخذوا هذا كرس بشكل هو بسيط أنه شكل جميل وأنه معليش يتهاون في هذا الموضوع يتهاون بال أكثر من هذا هناك بعض العائلات في الوسط أن الطفل يخص ويكون الوزن وزايد ووزن وخير وبين أن الأم يتهاون في حين أننا يبقى ويقابة والأكل لغير صحي وهذه نحن نقتنعو بأن الأوزان الصحية هي الأوزان التي كتبع هذا الميبيان وليس كذلك الذي نرى بالنسبة للعلاجات ذكرت الدكتورة مجموعة من العلاجات سوف نتفصل وشرح كل نوع من العلاج وشنو الآثار بداية العلاج الكيميائي العلاج هو مجموعة من العلاجات التي يكون تقرير أو القرار لما سوف نختار لكم العلاج هو القرار لا يأخذ طبيب الوحد يأخذ لجنة طبية تكون في اجتماع متعدد تخصوصات لأي ملف طبي يهم سرطان يجب يدوز من هذا الاجتماع متعدد تخصوصات لأنه يكون طبيب للعلاج بأشعة طبيب علاج كيماوي طبيب جراح طبيب الفحص بالأشعة لغاديولوغ الليدر تشخيص هو كذلك كيكون في هذا الاجتماع طبيب تشرح دقيق لكي نرى هذه العينة بأن هذا هو سرطان لذلك هذي الأطباء كلهم يجتمعون ويختارون أحسن وسيلة للعلاج للمريض هناك علاجات كثيرة هناك علاج بالجراحة علاج كيميائي أو العلاج كيماوي علاج بالأشعة العلاج بالهرمونات وكثار كنا نضع علاجات المناعاتية كذلك هي اللي في طور التقدم الآن في القرار كيكون إما نبدأ بالجراحة أو نبدأ بالعلاج آخر علاج كيميائي أو العلاج بالأشعة لبع المرأس كيكون العلاج كيميائي أو العلاج بالأشعة قبل الجراحة الهدف هو التقليص من الحجم الورم وتسهيل أمورية الجراح كذلك يكون هدف قبل البداية الجراحة وهو علاج كيميائي يدوز لدورة الدموية ويسهل أنهم ينتشرون كثير لكي نحكم فيهم عاد كان ينتج وذلك الوقت للجراحة طيب الآثار الجانبية العلاج الكيميائي تقريبا كل شي يعرفه تساقط الشعر تماما المريض يكون عنده شعور بالغتايان بالقي يعني كيف يعيش المريض هذا الآثار الجانبية هو المريض يعيش الآثار الجانبية على حسب كيف كان تعامل لطبيب معالج معها دائما يكون هو التواصل دائما بين الطبيب ويعرف المريض قبل المرض دياله ينسي ينسي عرف الآثار الجانبية وكان قبل هذا ينسي عرف مرض دياله لأن الأسف ما زال نشوف بعض الحالات للعائلات تطلب الطبيب يخليك كل نوع علاج المرض دياله معالج المريض في المعركة ضد عدو لنقضي على عدو نعرف بعد ما هو المريض يجب أن يعرف بأن أنا عندي سرطان لماذا؟ لأن يستطيع أن يبدأ العلاج ويستطيع أن يرى بعض المضاعفات الجانبية لما كان يفهم ويقول أن أنا كنت مزيان قبل أن بدأ العلاج من يبدأ العلاج و لنحس براس أن يكون مضاعفات لنقضي لنقضي المرض و قبل أن يبدأ العلاج يتحدث عن العلاج كيماوي و سوف تبع بالجرحة و سوف يتحدث عن العلاج كيماوي و نقضي لنقضي الشعر لنقضي العلاج كيماوي يتحدث على السرطان ولكن لا تقضي الشعر لنقضي العلاج كيماوي يتحدث العلاج أو القيء كذلك النقص الشهية على فاتيق العياء كبير كذلك بعض المرض يتحدث في اكتئاب لا يتحدث لديهم الخطر ولكن هذا يجب أن يكون مواكبة بين الطبيب معالج مع المريض ومواكبة العائلة دائما يكون مواكبة بالعائلة و أعرف كيف يكون و تبع الخطر كيف يمكن هذا المريض و كيف يكون النظام الغذائي في هذه الحالات بمساعدة الأسرة طبعا؟ دور التغذية عند مريض سرطان دور محوري بالنسبة حتى تتمين العلاج الآخر سواء الجراحة أو الكيميائي أو الإشعاع بالنسبة يمكن أن التغذية من العلاج لماذا؟ لأن كما قلنا قبل كانت نحن على مستوى خلية دائما الصحة في الخلية هذه الخلية التي تأكسدت أو لجتها أكسدت وجاء التحول في الاشتغال والتي تتكتر وكتهاجم الأخرى كيف يمكن لنا هذه الدور وكيف نحمي الخلايا التي لا نقل ممكن نعطي أو مضاد أكسد متمثيل في الفيتامين منهم الفيتامين سي ليبوزومال هي نوع الفيتامين مركزة جدا فبالتالي جرام ديالها ونعرف الدور الفعال في المرافقة وكين بحثات وكين أبحاث التي هي صدرات في دول متقدمة التي تتم بالتختمة أو بالعلاج السرطان والتي تتقول لنا بأن الغذاء الإنسان المصاب السرطان والتي يأخذ العلاج لدينا مواد بسيطة بحال السيلينيوم وحافظنا على ملاح المدينية التي هي بوتاسيوم سوديوم كالسيوم وفوسفور ونحن نعرف بأن المرضى غالبا تبتت الأبحاث بأن تكونوا عندهم ما يسمى حموضة عندهم حموضة ونحن نعرف بأن الجسم الإنسان لا يهبط على حموضة فبالتالي يجب أن ندوزهم للقالوية أو البيئاش وكان في المواد الغذائية وفي المكملات الغذائية المصرح أو المصرحة من وزارة الصحة في بلادنا والذي تلعب للقالينيزاسيون أو أن نرجع الضمد الإنسان والأنسيجة لا تكون حمضية هذا مهم نعرف أن النساء الذين لديهم سرطان يدعون الحمض أو السرطان في السلاد في الأشياء أخرى موسيقى بقية كتبقى خير من العلاج لكن مساعدة الأطباء ومشيئة الله كذلك وتعاون الزوجين واستجابتهم للعلاج بالإضافة إلى تفاعل للسياسة العمومية مع ملف التغطية الصحية للمساعدة الطبية على الإنجاب الأمل كي يبقى كثير عند الكثير من الأزواج في المستقبل لتحقيق حلم يراوضهم في الأمومة والأبوة حلم الأمومة ظل يراوض هذه السيدة لمدة سبع عشرة سنة دون تحقيق ذلك اكتشف الزوجان إصابة أحدهما بمرض العقم بعد عدة محاولات فاشلة لحدوث الحمل يعني درت محاولات بزاف درت الفيكوندات درت دفوع فيكوندات ودرت سيفوى ديال لانسيميناسيون يعني أرى تقريبا شي يعني يعني 12 مليون ولا أكتر يعني هذه هي بنسبة الأدوية بلوالو يعني يعني بدون نتيجة ترجى يعني تلأخير اللحظة هذا سوالو يعني ما كنت شي حاجة لتحقيق هذا الحلم خاض الزوجان مسارا طبيا طويلا من خلال إجراء العديد من الفحوصات الطبية والعلاجات الدوائية والهرمونية للمساعدة على الإنجاب استنزاف ديال مخزون ديال الإبادة يعني مقاش عندي بزاف وأنا تعدو ثلاثين سنة يعني أراها يعني كنقوله في الخط الأحمر ما كرشت أنا نعاود 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 لأنها هي اللي عندنا الأمل فيها ولكن ماديا ما عندناش مركز المساعدة على الإنجاب يوفر التخصيب المشهري الذي تبلغ كلفته حوالي أربعة عشر ألف درهم والتخصيب المشهري عبر تقنية ثانية تبلغ قيمتها حوالي خمس عشرة ألف درهم تشمل الفحص بالصدى والتحاليل وتكاليف المختبر والأدوية أما التلقيح الاصطناعي فيكلف حوالي ثلاثة آلاف درهم وقد ترتفع قيمة بعض التقنيات إلى تسعة عشر ألف درهم في المغرب وسمنا الواحد للمرحلة أن المساعدة لإنجاب خصتها تقطية صحية هذه مسألة ضبوطة وخصتنا نسلولها وخصتنا نسلولها بسرعة المسألة التي تخدمت قبل هذه التقطية هي مشكلة الأتمينة المساعدة لإنجاب ما زالة باهضة مشكلة تأخر الإنجاب أثر على الأسرة بشكل كبير وجعل الزوجة تصطدم بواقع لم يكن في الحسبانة نظرة المجتمع لضعف الخصوبة زاد من حدة معاناة الزوجة وهو ما جعلها ترح على عدم ظهورها بوجه مكشوف أمام الكاميرا المرأة دائما يحملها المجتمع السبب تأخر الحمل الرجل دائما يكون مستبعد يقول أنه يبقى رجل أكثر في المجتمعات شرقية وفي المجتمع دائما دائما المرأة هي التي تحمل جميع المسؤولية ودائما أرى المشكلة فبنسبة تختم لا أرى المرأة هي التي تستنزف تستنزف طاقيا لأنه نفسيا ومرضيا أثبتت الدراسة الطبية أن تأخر الإنجاب يمكن أن يكون أحد الزوجين أو كلهما سببا فيها لكن الثقافة السائدة عند فئات واسعة من المجتمع تحصر المسؤولية في الزوجة دون الزوجة وهو ما جعلها تتألم كلما تعرضت لاستفسارات الأهل والصديقة تدخل في حالة الاكتئاب فقد انتقى في النفس بأنك تشوف بأن ما عندش حظ في هذه الدنيا خصوصا بأن هذه الدولة ما معوناش هذه الفئة لكتعانيم هذه المشكلة العلوم الطبية استطعت وبخاصة في السنوات الأخيرة أن تقطع أشواطا مهمة في مساعدة الأزواج على الإنجاب غير أن هذه المساعدة تعترضها عدد من الصعوبات المتمثلة في تغطية المصاريف المادية الباهضة في غياب التغطية الصحية لعلاج العقم ومشاكل الخصوبة عند الزوجين كيف ما كتعرفوا بأن هاد الكلفة عالية والأدوية مشيف المتاحة للجامع خصوصا في هاد الفترة الراهنة اللي فيها رفض الملفات ديالهم لهذا جمعية مابا كالطالب بشكل عاجل بإخراج تغطية الصحية وقانون المساعدة الطبية على الإنجاب في أسرع وقت ممكن من أجل حماية حقوق هاد الفئة في الولوج إلى العلاجات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأزواج مطروح الآن أمام البرلمان من خلال مشروع قانون خاص بالمساعدة الطبية على الإنجاب في انتظار المصادقة عليه لإعادة الأمل للكثير من الأسر بشأن نختم هاد الحلقة كذلك برسالة ديال الأمال وأن هاد العملية رغم أن كتبقى يعني فيها نسبة الفشل ونسبة المجاح شنو ممكن نوصله للأباء والأزواج كاقس الأزواج لكي حلموا بالأباء كاقس الأزواج هو واحد الحل واحد الحل استراتيجي هنا نركز دائما على الوقاية وعلى الناس يجي ويدوزوا يمشي ويدوزوا على الأقل غير عند الطبيب يدوزوا عند أي طبيب يتسنطل برامج يتسنطل هذا لكي نحاولوا لأن الفيكوندات هي إفكاسة ولكن في واحد المنطقة معينة التي تتعلق خصوصا بالسن المرأة بالعوامل الحياتية وبالأسباب ما يمكن أن نزيد هي اليوم هذه المراكز التي تلقيها الأنبوبة ستكون موجودة في تقريبا جميع المدن المغرب مركز واحد عمومي من غير مركز خاصة مركز يتعطل لكي يدوز ومركز العامل سن سن ووقت كي يلعب دور كثير في نجاح هذه العمليات كنشكرك دكتور عادي القريون طبيب نساء وتوليد متخصص في أخم الزوجين والتلقيح الأنبوبي كنشكرك كذلك دكتورة نهيد أمهاجر طبيبة نساء وتوليد متخصصة في علاج تأخر الإنجاب عند الزوجين والجراحة بالمندر هذا ختم هذا الحلقة شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة